انا بحراركم مرة تانية في احوارنا الاخير من هذا الصباح هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بالنسبة للمواطن العادي وهي المناخ تغير حالة الجو النهاردة شبورة رهيبة جدا على القاهرة واكيد على مدن تانية كتير الناس بتسأل ازاي انتوا بتكلمون في احتباس حراري وازاي بتتكلم في برودة جديدة حاجات كتيرة يعني هنتكلم فيها وخاصة ان انبيا راح اخططم المؤتمر الدولي حول المناخ اللي كان في باريس باعلان تاريخي خلونا نعرف كل الموضوعات دي تسمحوا لي ان انا رحب بدكتور مجدي علام امين عام التحادات خبراء بيها العرب اهلا بحرارك معنا دكتور اهلا وسهلا دكتور مجدي طبعا يعني اسئلة كتيرة طبعا الناس سألتها بس خلينا نطلع الاول نارد على الجمهور تأرير الى خاصة الموضوع ونبدأ نتحاول مع حضرتكم تتمثل ابرز نقاط الاتفاق الذي تم يقراره السبت الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس في ختام قمة المناخ في الحد من ارتفاع الحرارة ادنى بكثير من درجتين مئويتين ومراجعة التعهدات الالزامية كل خمس سنوات وزيادة المساعدات المالية لدول الجنوب كما تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الارض وابقائه دون درجتين مئويتين وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند واحد ونصف درجة مئوية وتم تحديد هدف الدرجتين المئويتين قياسا بعصر ما قبل الصناعة في كوبنهاجن عام 2009 مما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ اجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات وتؤكد دول عديدة خصوصا الوقيع على الجزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر انها ستصبح في خطر اذا تجاوز ارتفاع حرارة الارض واحد ونصف درجة مئوية واعلنت 186 دولة من 195 عن اجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة في افق الفترة ما بين 2025 الى 2030 لكن حتى في حال احترام هذه التعهدات فان ارتفاع درجة حرارة الارض سيكون بنحو ثلاث درجات مئوية كما تم دعوة مجموعة الخبراء الدوليين في المناخ الى اعداد تقرير خاص عام 2018 حول سبل التوصل الى الواحد ونصف درجة مئوية والجهود المرتبطة بمثل هذا الارتفاع في درجات الحرارة يعني زي ما تابعتهم معنا مشاهدين الكرام التاريخ كله كان بيكلم طبعا عن مؤتمر المناخ الاخير والاتفاع اللي حصل بين 159 دولة اقرت اتفاق اوطوبر تاريخي ارحم مرة تانية الدكتور مجد علامة امين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ألهم حرارك معنا أهلا دكتور مجد يعني بالنسبة للمواطن العادي فكرة احنا بنتكلم بيقولك درجة حرارة الارض في المئة سنة اللي فاتت ارتفع الدرجتين وبعد الاتفاع اللي بقالهم عشر سنين او خمسة عشر سنة بيلفوا عشان يعملوه هننزل نص درجة المواطن العادي يقولك يعني انتو عاملين كل وجهة الدماغ ده والمئة مليار عشان نص درجة عايزين يفهم الناس يعني ايه ارتفاع درجة حرارة الارض ويعني ايه تغير مناخي ويعني احتباس حراري ببساطة والحقيقة طبعا في دورات طبيعية ربنا سبحانه وتعالى خلق عليها الكرة الارضية في علاقتها مع النظام الشمسي في درجة دوران الارض ودرجة ملها في مدارها وتعرضها للشمسي وفي ده دورة طبيعية واللي بينتو عن الصيف والشتاء والربيع الارضة في الصول اللي احنا عارفينها لكن يرتبط بهذا في دورات سبتة ليه الرياح والعصير والامطار والسيول والفيضانات وغيرها من دورات الطبيعة التي تشكل المناخ الحديث يمكن وده طبعا مرتبط بالزراعة وبالغذاء وكل حاجة بحيات البشر بحيات البشر نفسه صحيح هو طبعا محدش يتخيل مثلا ان المناخ ده اللي بيوحيد بالكرة الارضية واحدة يجيب مفتاح مثلا ويزود درجة البرودة ويزود درجة الحرار كلام ده مش صحيح لكن انت مثلا التأثيرات اللي احنا بنتكلم عليها كان فيه جدل هي ده تأثيرات طبيعية اللي حصل ولا مش طبيعيه استقر كل العلماء على انه اسبابها اسباب بسبب تصرفات ونماذج التنمية اللي تمت بالذات منذ عصر الثورة الصناعية ودي خدت لها حوالي 200 سنة يعني في المتين سنة دول اتغير القياسات بتاعت درجة الحرارة اللي كان متوسطها درجة واحدة كل مئة سنة بدأت درجة الحرارة ارتفع علشان توصل درجتين وعشان توصل درجتين معناها فيه نهاية القرن الواحد وعشرين 2100 يبقى متوقع توصل اربع درجات هنا بقى الخطورة انه الناس قالت لا يمكن الكرة الارضية ولا البشر هيتحملوا الاربع درجات لانها تأثيرها هيبقى رهيب على زوابان الجليد في القبين وعلى الجفاف وعلى ارتفاع درجة الحرارة والنباتات لا تتحملها وعلى صحة نفسها عودة كل الامراض الاستوعية وعودة المالاريا والسل والتيفويد والاخره فده اللي خلى الناس من 25 سنة ومن سنة تحديد الامر تحديد الامر كان التوقيع بالاحرف الاولى على اطار عام للاتفاقية اطار عام حتى هذه اللحظة كان اطار عام الى ان قرر مؤتمر باريس يخليها اتفاقية بمعنى اتفاقية ملزمة للدول اللي هتمضي عليها في اربع مجالات المجال الاول هو مجال تخفيف الغازات اللي طلعها بتأثر على المناخ المجال التاني هو التكيف وده اللي احنا بنتخاني عليه وده اللي الرئيس سيسي راح فرنسا مخصوص باسمه افريقيا عشان يقول احنا بندفع تمن حاجة احنا متسببناش فيها لان اوروبا والدول الصناعية تمتعت بصورة البخار وبصورة الفحم وبصورة البترول وبصورة الغاز والنووي احنا ملحيناش ناخد حاجة في التنمية كافريقيا صحيح فكان نداؤه انه طب يا جماعة احنا مستعدين نقل المبادرة واطلق مبادرة الطاقة الجديدة بالنسبة الافريقيا بس هتديني محطة الطاقة الشمسية بكام وهتديني محطة الرياح بكام هو ده التمن اللي احنا كنا بنقول سهمه معانا الاول مرة تستجيب الدول الصناعية ده الجديد في الموضوع وقاله هندفع 100 مليار دولار كل سنة في صندوق يسمى صندوق الاخضر لدعم الدول النمية المتأثرة وده نجاح كبير الحقيقة في مفاوضات شقة خدت اكتر من 20 سنة لانه تار كيوتو كان هيخلص 2020 فكان لازم يبقى فيه تصريح الموضوع طيب برضو هنرجع عشان المواطن البسيط المواطن المصري سامع دلقتين زيادة في درجة الحرارة احتباس حراري الصيف بقى صعب طب ما يا جماعة ما الحرارة زادت الشتاء بقى صعب جدا اوه برضو المواطن البسيط مش قادر يفهم يعني ايه تغير مناخي وهل لما زادت درجة حرارة الارض هل المفروض ان احنا نفضل الدنيا تبقى حرة على طول حتى في الشتاء لا لا هو ظاهرة الاحترار دي او ارتفاع درجة الحرارة احنا بنتكلم على ارتفاع درجة حرارة سطح الارض ده بالتحديد يعني سطح الارض ده بيأثر على دورات المناخي طبيعية كلها سواء رياح اعصير امطار لكن التغير المناخي اساسه انه ممكن نفس الموسم المدة بتاعته تقل او تطول وممكن تحس ان الشتاء جيه بدري او جيه متاخر وبعدين تاني عامل عمق الظاهرة يعني كان درجة متوسط مثلا الشتاء في القاهرة يبقى من اه اربعتاشر اللي تسعتاشر تنخفض تبقى من عشرة الى سبعتاشر فده في فترة الشتاء والصيف العكسي ترتفع اكتر تلاقي شهر يوليا وغسطس عامل شوتنج اتفاع درجة الحرارة زايد 10 درجات او 8 درجات فالنفس الظاهرة الطبيعية المدة بتاعتها يتقل يتزيد العمق بتاعها يتزيد التعصر بتاعها بالتالي واماكن حدوثها بتمتد وده اللي حصل في النوات بتاعت اسكندرية النوات بتاعت اسكندرية متوقعة بس عمرها مجد بهذه الشدة يعني نزل المطر في تسع ساعات يساوي تسع شهور طبعا ده اللي حصل في الشدة كمان وحصل تغيير في المعاد وحصل تغيير في الاماكن كانت بتبقى قصرة على اسكندرية وصلت لقل البحيرة ووصلت لغاية كفر الشيخ ده اللي تغير المناخ بقى ما شفت الشدة السنة اللي فاتت يعني درجات الحرارة نزلت لغاية سفر لا والمرة يعني من المرات النادرة ان مصر ينزل عليها تلج تلج ومتوقع السنة ده على فترة ينزل سلوك طيب تأثير ده بقى على المواطن العادي هو برضو المواطن عايز يفهم تأثيره عليه ايه كمواطن ازا كان بقى زارع ازا كان صانع ازا كان موظف ازا كان لا المواطن يمكن الخطاب اليومين دول يخص لصانع القرار والخطط الحكومية اكتر من المواطن انا مش اقول المواطن البس تييلة او البس خفيف لكن نمط الحقيقة على الكرة الارضية هيحصل فيه تغير طفيف ولا المباني نفسها تنفع تمتد بهذا الشكل ولا وسائل النقل تنفع تستمر بهذا الشكل ولا الطاقة لكن هو الخطاب للحكومات الحكومات بمعنى انها تزود الموازنة المطلوبة انه تعمل خريطتها تغير الاماكن اللي ممكن تتأثر نوع الطاقة يبقى طاقة جديدة نوع السكن يبقى تحمل درجات الحرارة حتى كل انواع الصناعة والنقل عندنا لازم تتغير طيب دي نقطة مهمة جدا اذا كنا احنا بنكلم الحكومات المواطنين يعني مثلا الحكومة سطحة نبح من عشر سنين على قصة مثلا حرق الشروز وما بدأناش ناخد بنا لما حصلت السحابة السوداء وادلقينا الدنيا تغيرت السؤال التالي اللي بيسألوا المواطن طيب الدول الصناعية عندها مصانع وعندها 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 احنا من احنا لسه ما عندناش او اللي عندنا يعني على قدنا هو ده اللي حياتك بيقوله ده هو دي كتل خناقة اللي بقى لها عشرين سنة ان احنا بنقول لهم انتوا اللي سببتوا تغير المنافق واحنا لسه ما عملناش تنمية فهو دلوقتي عايز يقول لي خفف الانبعثات اقول لي خفف الانبعثات ازاي وانا عايز اعمل مصانع وعايز اعمل اوترات وعايز اعمل عربيات وعند مواطنين عايز اعمل لهم برامج يعني خطة النقل اللي عملها الرئيس سي 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 والتكنولوجيات الجديدة اللي موجودة انت عايز تعالي مثلا تتشر علف ونص ميجاوات مرة واحدة في الخطة بتاعت البرنامج الرئيس سي 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 انت تتشر علف ونص دول هتولدهم بيه بيترول بغاز صحيح فانت في جميع الاحوال بتقوله اديني فرصة هنا بقى المفاوضات كان علي يقولك طب بدل ما تخفف الامبعاثات في عشر سنين انا موافق لك تخففها في خمسين سنة واقوله هو انت خفف في عشر سنين يعني هو يستحمل التخفيف عشان هو التكنولوجي عنده متطورة وعنده فلوس يعني يستحمل الحاجة الاختر ان هو لازم يدفع لي تكلفة تغيير التنمية يعني انا عندي بالزراعة معتمدة مثلا عن ري بالغمر يعني وان انا امشي المية افترع انت عايز عشان درجة الحرارة تعالى لازم تخفف نسبة البخرف عايز تلجأ لرأي مغطن وعايز تعمل رأي بالتنقيد ورأي بالرشح مثلا طب ده مكلف مين اللي هيدفع فلوسه بقوله اتفعل انت فلوسه بقوله الامن الغذائي عندها يتأثر لان اللي انت عملته كدول صناعية في المناخ هيخلي المحاصيل عندي انتاج هيقل من خمسناشر لخمسة وعشرين في المية فانا كل دي كانت مطالب ليه افريقيا اه اعراضها الرئيس السيسي في مؤتمر المناخ علشان يقولهم يا جماعة ادفعوا معنا تمن التنمية اللي احنا هنخسره مهم ما هو انت هتغير بقى نمط حياتك فانت عشان تغير وبعدين تيجي تشتري التكنولوجيا الحديثة للصديقة للبيئات اللي هي غالية تقوله طب صنعها لي وقللك لا ما تدركش التصنيع يعني يمكن بالعافية كده اخدت السنة دي اه يعني حق انتاج الواحة الساقة الشمسية في مصر ودي كانت حقا كويس النموذج ده بقى عايزين يتكرر يعني هبنقوله طب الدقمة ولو الدني هو النوهة او التكنولوجيا عشان يصنعها بتبقى ارخص لكن هو بيحتفظ بكل تكنولوجيا جديدة لمدة عشر او خمستاشر يحتفظ بيها عشان ينزلها بالسعر الخلاصة ان تغير المناخ هيفرد على البشرية كلها نمط جديد من الحياة وزي ما الانسان تطور في معيشته من الكهف الى الغابة الى السهول و الى الوديان والمدينة و الى الاخر من الممكن ان يتغير هذا النمط الى اشكاء يعني طبعا فكرة الابراج الخرصانة والازاز المحيط بالمباني وكل الافكار اللي كانت العمارة الحديثة ترحاها لابد هتتغير وترجع تاني للعمارة بتاعتنا بتاعت الدكتور حسن فتحي علشان تستفيد من العوامل الطبعية انت بتعمل خطة تنمية بتيجي تعمل مثلا بورسعيد الجديدة او هجعمل مدينة اسكندرية او هعمل مدينة في العالمين لازم اشوف الاول دي هتتأثر بارتجاه سطح البحر ولا لا مجليش بقى وهو اتجاهات الرياح لازم اغير دراساتي يعني لازم نقول النهاردة قول على الحكومة ان تراجع كل دراسات مشروعات التنمية في كل مواقعها اذا كانت هتتأثر بتغير المناخ ولا لا لو هتتأثر نبعد عنها عشان مجيش بعد 10-15 سنة اضطر ان انا اهد المدينة وابن المدينة الجديدة مصبوط لا والمشكلة ان انت دلوقتي التوقعات بتبقى نسبية احنا كنا بنقولها يحصل الكلام ده بعد 50 سنة احنا فتأثر بعد 25 سنة لا ما تقدرش تقول التوقعات دقيقة اوه لان نتوقع طيب لان هو في الاخر صعيف مبني على نمازج الرياضية بس توقع طيب دكتور مجدي فيه بدنا احنا منكلم الحكومات احنا شفنا دول اوروبا الوقتي فيه منعت مجموعة من الصناعات وعلى رأسها صناعة الاسمانتة مثلا وبدأت تصدرها للدول النامية هل ده في مصلحتنا ولا لا ليه الدراسات البيئية واللي احنا بنتكلم عليه وكل ده كله الحكومة ليه ما بتاخدش بالها منه والحقيقة برضو بكل تجرد اه الصين والهند لما جم اما نتكلم على اول اتفاقية في تغالي منافسة اتنين وتسعين الصين والهند قالوا لهم لا احنا تسيبونا بقى نعمل تنمية براحتنا وبعد ايه تلاتين اربعين خمسين سنة نتكلم ده من غير زعل كده يعني لكل خبراء البيئة اه مصر من حقها تعمل تنمية وبعد كده نتكلم هيديني مصانع اسمنت ومصانع حديد لو قدر استطاعت لو عرفت اجيب الجديد اهلا وسهلا لكن لو مش هعرف اجيب الجديد وعند القديم ارخص ايه الحل بقى ما حطهش في كتلة سكنية احطه في مزام مفتوح وانا مصانع الاسمنت اللي في طورة عندي دي لو موجودة جوه الصحراء كتعملت مشكلة لان طول ما التلوث بياخد مكانه لما يطلق عليه الطبقات العليا للهوى انت بتحسش بيه بتحس بيه في القاهرة عشان احنا بنقول القاهرة دي زي الاواني المستطرقة انت عملت العمرات ارتفاعها 150 متر ولا 200 متر فالهوى الملوثات ما بتطلعش بتدور في الشوارع فانا كل اللي بقولك لو انت كحكومة مضطر انك تجيب تكنولوجيا قديمة عشان رقيصة هاتها بس حطها طب سريعا بس عشان احنا نعطينا خلص فكرة استخدام الفحم لا انا ضد فكرة استخدام الفحم على الاطلاق خصوصا ان ربنا كرمنا والخير على دوم الوردين وجلنا الحقل بتاع بس الحكومة مصممة الغاز لا ما اعتقدش يعني هما كانوا مصممين قبل اللي اعتقد ممكن يرجعوا موقفهم واحنا داخل عندنا الغاز الخطة اللي اعتمدها الريئيس سيسي من 25% من الطاقة تبقى طاقة شمسية وطاقة رياح انت داخل في محط الطاقة نوية هتشتغل بعد 5 سنين ان شاء الله ما فيش ده بقى الموضوع الفحم الفحم لمن لديه فحم انا ما عنديش فحم انا عندي شاية فحم كده واستورد البقى يعني في منجم المغارة ما يقضوش محطة يعني واستورد البقى لا اللي يستورد لا يعني سعيب يبان لك ارخص بس على المدى الطويل هو اسوأ اسوأ في جل المجالات وخصوصا عندك مخلفات عندك مشكلة زبالة حول المخلفات دي لفحمه ودخله لأزمصان ونجحت في مصر جربوها ونجحت في مصر بس التعميم بعد دكتور مجد علام اما مينا عام التحاد خبرية البيئة العربة مشكورك على وجودك معنا وطبعا على الفكرة السريعة اللي احنا حبيني نوصلها للمواطن ده أنا اللي مشكورك وعلى اهتمامك وبتغير المناخ مشكورك يا دكتور مشاهدينك كرام بالطبع يعني تغير المناخ واحد من الأضايا المهمة اللي بتهم المواطنين وتهم العالم كله بهذا يعني الحوار أن هنا هذا الصباح ودائما هذا الصباح مستمر معكم من السابعة حتى قبل العشرة لخليب ترحيل